اشتركوا في القناة بمناسبة فوز منتخب البحرين العسكري لكرة القدم بالميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخب قطر بنتيجة ثلاثة مقابل واحد في دورة الألعاب العالمية العسكرية المقامة في الصين وأشهد سم رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي قدمه منتخب المملكة في منافسات دورة الألعاب العالمية العسكرية مؤكدا أن ذلك يعكس الاهتمام الرياضي عالي المستوى الذي تحرص عليه قوة دفاع البحرين مثلة في صاحب المعالي القائد العام والذي كان سببا في استحقاقهم للميدالية الذهبية وعبر سمه عن اعتزازه بالمستوى الرياضي العالي الذي بلغته مملكة البحرين ممثلة في كافة منتخباتها الرياضية وإنجازاتها المتواصلة عبر مشاركاتها الخارجية ورفع أبنائها راية البحرين عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية متمنيا لمنتخب البحرين العسكري لكرة القدم مزيدا من النجاح والإنجاز في مسيرته الرياضية ترجمة نانسي قنقر